تعتبر التجربة المسرحية الفلسطينية من التجارب التي تستحق الدراسة والتعمق فيها لأنها حملت في بذورها نوع من العصامية كونها تعرضت لعزل إثر الاحتلال الإسرائيلي في عام 67 وإثر النكبة الفلسطينية عام 48 وما لحقها من تدمير لكل مناحي الحياة الفلسطينية اجتماعياً وثقافياً لكن لو بدنا نحكي عن الفترة الممتدة ما بعد نكسد عام 67 الحقيقة نستطيع أن نقول أن التجربة الفلسطينية التجربة المسرحية الفلسطينية شكلت ذراع من أضرع المقاومة أنا لا أشك كأحد رواد الحركة المسرحية ما بعد 67 بسنوات أنه كان الحافز والدافع الأساسي لانطلاق كثير من التجارب المسرحية والكثير من تأسيس الفرق المسرحية وتقديم المسرحيات والعروض المسرحية كانت دافع المقاومة يقال وهذا للتاريخ أنه كان خليل شهين أعتقد أول من عمل عرض مسرحي في القدس بعد حرب 67 وكان جزء مهم جدا للنقابات في دعم المسرح وإقامة الفرق المسرحية فكانت نقابة الحددين على سبيل المثال وأذكر مثلا هزيمة الشيطان المسرحية التي قبلها كمان اسمها الطريد لنقابة الحددين وغيرها من النقابات وإذا كنا نريد أن نتحدث عن تاريخ الحركة المسرحية ما قبل 67 يعني قبل نكبة عام 48 وضياع فلسطين وإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين كان هناك نشاطات مسرحية حقيقة لا تقل جمالا ولا عطاءا ولا عددا وفنا عن باقي حواضر العرب فكانت يافى على سبيل المثال والقدس وحيفا ونابلس وبيت لحم أحيانا مثلها مثل حواضر العرب الثقافية كبغداد والقاهرة وبيروت ودمشق هذا تقريبا بالمجمل لكن إن سرنا إلى الأمام نرى أن المسرح الفلسطيني خطى خطوات عظيمة قلنا إثر هذا رفضه بكوادر متعلمة وكوادر مجربة وخاضت تجارب مسرحية مع دول أجنبية أو في دول أجنبية وفي دول عربية فصار المسرح الفلسطيني بشكل أو بآخر يبتعد عن الشعاراتية ويهتم بمنتهى الموضوعية للمسرح وركائزه وأركانه من طبعا عناصر جمالية مختلفة بعد اتفاق أوسلو هناك أمر جميل حصل أمر جميل جدا الحقيقة إنه فتح لنا الأبواب على مسرحيها للعروض في الدول العربية الأعمال المسرحية الفلسطينية الحالية طبعا تتروح بين الجيد جدا وحتى الجميل جدا 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 والذي ينافس في المسارح العربية والعالمية ولكنه قليل جدا